نحو مزيد من التأزم تمضي الأمور بشأن شغل المقاعد الوزارية المتبقية في تشكيلة عادل عبد المهدي الحكومية فعلى الرغم من تحديد الاثنين المقبل موعدا لجلسة البرلمان التي يفترض بها حسم ملف التشكيلة الحكومية تستمر خلافات الكتل السياسية بشأن المناصب الوزارية الثمانية فتحالف البناء لم يقدم حتى الآن بديلا عن فالح الفيض رئيس هيئة ميليشيا الحشد كمرشح لوزارة الداخلية كما يستمر الخلاف بين القوى السنية على وزارة الدفاع الأمر الذي يضع عبد المهدي أمام أزمة كبيرة حال عجزه عن إتمام تشكيلته الحكومية ولا يتوقف الأمر عند الخلافات بين الكتل السياسية بشأن المقاعد الوزارية الشاغرة بل يتعدى ذلك إلى الحديث عن مساومات بين تلك الكتل على بيع تلك المناصب وشرائها تطورات أرسل معها رئيس الوزراء رسائل مبطنة للقوى السياسية مفادها تهديد بالاستقالة الفورية في حال استمرار الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب على المناصب ولا يتعلق الجدل بوزراء الحكومة الذين لم تتم تسميتهم بعد إذ أن وزراء آخرين تم منحهم الثقة سابقا تصاعدت المطالبات باستبدالهم لأسباب متعددة من بينها تورطهم بقضايا فساد أو التورط بأعمال عنف طائفية ووصل الأمر إلى أن عددا من أعضاء البرلمان بدأوا بجمع توقيعات نيابية من أجل إقالة أربعة وزراء في حكومة عبد المهدي من بينهم وزير الاتصالات نعيم الربيعي وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي في حين يخيم صمت مطبق على موقف عبد المهدي الذي لم يدافع حتى الآن عن الوزراء المتهمين تاركا لهم هذه المهمة من خلال بيانات توضيح ونفي يصدرونها الصراع على المناصب بين القوى والكتل السياسية وسعي هؤلاء إلى تحقيق مكاسب وأجندات خاصة أدى في رأي مراقبين إلى ارتباك الوضع السياسي في البلاد ارتباك بات يهدد بفشل عبد المهدي في إتمام التشكيلة الحكومية ومن ثم العودة إلى المربع الأول من حالة الفراغ الدستوري الذي يؤكد فشل العملية السياسية في العراق